عوامل تلف اللقاء والتحف الآثرية العوامل البيولوجية الحلقة الخامسة والخمسين من سلسلة مدخل العلم الآثر وتقنياته السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع وفي آخر الفيديو سأثق المصدر ومرجع المعلومات العوامل البيولوجية أولا الحيوانات الطارضة تعد الفيران والجردان من أخطى الحيوانات الطارضة التي تلحق بالمتالتات الثقافية خاصة المواد العضوية أضراء كثيرة وهي فضلا عن ذلك تضر ببناية المتحف تكل فهي تتخذ من الشرور الموجودة في جدران البناية مستطرا لها وقد تحفر جحورا لمسافات طويلة لتسهيل عملية تنقلها داخل طاعات المخزن وتما تلحق هذه الحيوانات أضراء بالبناية والمرتنيات فهي أيضا تتلف البطارات المصاحبة لكل تحفة وضيع البطارات يعني ضيع هوية التحفة ثانيا الحشرات الضراء الحشراتية الأخرى لها أثى كبير في تلف المرتنيات المتحفية وهي تتعدد وتتنوع من منطقة الأخرى أهم الخنافس والسراصير والأرض والنمل وغيرها فالخنافس تضر تحفى الخشبية والنسيجية والجلدية والمخطوطات والسراصير تسبب الأذار للصوف والجلد والورق ومعودة التجليد وغيرها أما الأرض فتصيب الخشب وتهاجم الرفوف ومخازن العلبة والصنادر ثالثا الفطريات كما للفطريات دور خطير في تلف المخزونات وهي بصفة عما تنتج بسبب الرطوبة والأوساخ التي تتراتم على المتلاتات الثقافية فالأحجار عند ارتفاع نسبة الرطوبة مع وجود الغبر والأوساخ تنمو في البرتيريا والعفونة والطحالم ونفس الحال بالنسبة لباقي المواد خاصة العضوية كالجلد والناسيج والخشب وغيرها فالجلود مثلا إذا ارتفعت نسبة الرطوبة عن 68% تتاثرت الفطريات بسرعة تريطة تنبط عليه وقت تلحط بسطحه الخارج ضررا وتتلفه ولا تقل المنسوجات تأثرا بالفطريات عن الجلود فهي تتضرر كثيرا بسبب الفاجوات التي لا تعد ولا تحصل موجودة بين الخيوط وما يلسط منها من أوساخ وغبار تنفوذ إلى الغشاوة وتعد الأغشية مادة سهلة التلوث وأرثة قابلية له ومن ثم فإن وجود الأوساخ والظلم والحرارة وغياب الحركة والنشاط وارتفاع الرطوبة في طاعات العرض والمخزن على الخصوص يؤدي إلى نمو وانتشار ما لا يحصى من الكائنات المجهارية وغير المجهارية تختلف الإجراءات الوطائية لعوامل التلف بيولوجي من عام لآخر فالفئران والجردان يمكن التغلب عليها بواسطة المصائد التي توضع حيث يتوطع تواجدها طرب الجحور والممرات وينبغي أن تزود هذه المصائد بطعم وإلى جانب المصائد يمكن وضع السموم في أمار مختلفة إضافة إلى سد الشطر والجحور في الجدران والأرضيات أما الحشرات فيمكن محاربتها بالمبيدات التي ترش بها المرتنيات ويجب أن تكون هذه المبيدات غير ضر بالعمال والمرتنيات كما يجب التأتب من خلو المرتنيات قبل تخزينها من الحشرات وتملل حشرات مبيدات تذايته والحل بالنسبة للفطريات في الأخرى أيضا لها مبيدات خاصة ترضي عليها وتبنعها من التتاثر وتتعدد أنواع المبيدات حسب اختلاف المواد فهنات مبيدات خاصة بالجلود مثل ملح السوديوم وأخرى خاصة بالمنسوجات مثل مستحضرات محتوية على الدايل دارين ومستحضرات يولان التي لها خاصية وطف نمو التعينات المجهرية ومبيد ميستورس LPLX الذي له فعالية تبيرة ضد الفطريات وحشرات الأرض والإقاذة على الفطريات والجراثيم التي تصيب الأحجار والرخام يستحسن أن يقوى محلول الصابون بمحلول ماء آخر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم بارت على محمد وعلى آل محمد ما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اشتركوا في القناة